شكراً سيدي الرئيس في كل مكان، وتأثرت سلاسل الإمدادات، وبات شبح الحرب حقيقياً ومخيفاً، ولكن الصادم هو أنه لم يتم التضرع بالمدى 99 من الميثاق، نفس الشيء يمكن أن يقل بشأن موت الألاف في اليمن، وكيف يقوم نظام الأسد الغشم بقيام بما جزر بين شعوبه فيه في كل هذه الصراعات، ولدي أمثلة أخرى، فإن العشرات والألاف قتلوا ونزح الملايين، ولكن لم يحدث ولو مرة واحدة أن تم التضرع بالمدى 99 من الميثاق، هل أن الحرب في أوكرانيا ليست تهديداً للسلم والأمن الدوليين، الملايين من النزحين السوريين والأطفال الذين وجدت جثثهم في دوم فلم يكونوا تهديداً للسلم والأمن الدوليين، الألاف من اليمنيين، الأطفال الذين ماتوا في الحرب، مينما جاء آخرون، ليست كافية للاحتجاج بالمدى 99، بالرغم من الأثر العالمية ضخمة لكثير من الصراعات الأخرى وتهديدات أكثر الحاحنة للسلم والأمن الدوليين، فإن حرب إسرائيل ضد حماسة وهي منظمة مصنفة إرعابياً قد استخدمت لتفعيل المدى 99، والمفارقة هي أن الأمن للإسرائيليين والغزوين والاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد القضاء على حماس، وليس أي ثانية قبلها، ولذا فطريق الوحيد لتحقيق السلام هو دعم مهمة إسرائيل، وليس الدعوة لوقف إطلاق النار. ثانياً، أيها زملاء العزاء، لأولئك منكم الذين يدعون لوقف إطلاق النار من الضروري أن تتذكروا الحقائق. في السادس من أكتوبر كان هناك واقف إطلاق النار، ولكن في السابع من أكتوبر خرقت حماس، واقف إطلاق النهار بدخول الألف من النازيين الحمسويين إلى إسرائيل دونما يستفز هذا الأمر ذلك أي شيء. لقد قاموا بحرق أسر أحياء، وقطعوا رؤوس الأطفال، وأخذوا راحة من الرضع إلى أكبر السنة. وبعد هذا الأهل الهجوم، سعت إسرائيل لإنهاء قدرات حماس، لكي لا تتكرر هذه الفضاء مرة أخرى. وإن لم يتم تدمير حماس، فهذه الفضاء ستتكرر مسؤول حماس أوضح ذلك على الملأ عدة مرات بأن 7 أكتوبر مجرد تجربة، وأنهم سيواصلون القيم بفضاء المرتل والأخرى. إن حماس هي المسؤولة عن الترويع غير الإنسانية لإسرائيليين، وعن إدارة غزة بقبضة حديدية، وإجبار الغزاويين، من العاش في فقرنا محرومين من حقوق الإنسان الأساسية، وهي مسؤولة عن استغلال المساعدة الإنسانية لتغذية ألة الحرب. والدعوة لوقف إطلاق النار هو ما يضمن أن يستمر ذلك، أن وقف إطلاق النار معنى أن معاناة الجميع ستستمر، ووقف إطلاق النار يرسخ سيطرة حماس على غزة، والأكثر من ذلك هو أن الدعوة لوقف إطلاق النار سالة واضحة بأن حماس مغفور لها عن فضائعها، وأن قمع حماس للغزاويين أعطيت ضوء أخضر من المجموعة الدولية، أن حماس مثل أي كيان إرهابي آخر لا يستجيب إلا عندما يهدد وجودها، ودون الضغط العسكري الممارسة على حماس لا يمكن لأي دبلوماسية، وأن كثرة أن تحقق إناداجها، هذا هو ما يوده المجلس أن تستمر حماس في الترويع، وأليات الناس والأطفال غزة، إن حماس لا تسمح للصليب الأحمر أن يزورهم حتى، لحماس سيناريو واضح، وعلى الجميع أن يتبعوا، تعرف حماس أنه لا يمكن أن تنتصر على القوات الإسرائيلية، ولذا فإنهم يهاجمون المدنيين، يسعون إلى إخراجنا من وطننا خوفا، ولكن استراتيجيتها الخبيثة لحماس هي أيضا إخافة الكثير من الغزاويين، ولذا فإن حماس تختأ بوراء المدنيين، ولذا تستخدم المستشفيات للاختباء والمدارس، كما خزن الأسلحة، بما في ذلك مدارس الأنر، وتوادع حماس أن تحقق أكبر عدد ممكن من الضحايا بين المدنيين، لكي تستمر حماس في البقاء وفي الترويع، تعرف حماس أنه كلما زاد عدد الضحايا المدنيين، كلما زاد الضغط من المجموعة الدولية، ولذا تفبرك حماس الأرقام بشأن الضحايا، والتي تقبل بشكل آلية هنا دون تحقق من جنب الأمم المتحدة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، لم يقتل تقريبا أي إرهابي مجرد أطفال ونساء، أغلى لهذه الحرب، وهذا الكيانا هو الذي حمل إسرائيل، وفات خمسة مائة في مستشفى لا أهل، ولكن عدد الضحايا كان أقل، هو أجاد الإسلامية، هو الذي كان مسؤولا عن الموت، سأكون واضحا أيها زملائي العزاء، الأرقام التي تستندون عليها في مناقشتكم، منشوها، مشاكلنا كبير، المخزن الأمنية لحامس موجودة تحت المستشفى، هذا ثبت، ويختبئون وراء المنازل، وتم إطلاق صواريخ من منطقة إنسانية في جنوب غزة، تم إطلاق القذائف من خيام من النزحين الغزاويين على بعد أنطرة من هذه الخيام، الحماس تسعى إلى ارتفاع عدد الضحايا، وأن تدعو الأمم المتحدة إلى واقف إطلاق النار، هل نود أن نشترك في هذه المصرحية التي عدتها حماس بعينية؟ من الأسهل دوما أن يتم مناشدة الديمقراطيات التي تؤمن بالقواعد والقوانين، بدأ من المنظمات الإرهابية التي لا تؤمن بالقوانين، ولكن هذا هو الطريق لضمان الأمن، بالطبع لا، هذا السيناريو هو سيناريو حماس من أجل الموت، لا توافقوا من فضلكم على أن تكونوا جزءاً منه، فحماس هو أصل مشكلة في غزة، ولكن لا توجد مسألة إطلاقاً عن شرورهم، لما لا تسألوا حماس بشكل كامل من جنب الأمم مضاحرة، وهي آتها، كل الغزاويين الحقيقة ينبغي أن يسمعوها منكم، هذا هو الطريق الوحيد لإدخال تغييرنا من أسفل إلى أعلى في غزة، أيها سميلة العزاء، لم تنتهك حماس وقف إطلاق النور في 7 أكتوبر، فحسب بل أنها انتعكت أيضاً الهدنة الإنسانية الأخيرة في الأسبوع الماضي، كانت هناك هدنة مؤقتة والاتفاق، كان واضحاً لكل عشرة مدنيين تمددوا الهدنة يوماً، عشرة من الشاحنات دخلت وسمحا بدخول الوقود، وعندما تم إجلاء الأسر والأطفال للعلاج، أنشئت مستشفيات ميدانية، وما زالت تنشأ أوقف إسرائيل كافة لأنشاة العسكرية تماماً، طالبت إسرائيل بإطلاق صراحة عشرة مدنيين، الأطفال والناس الذين اختطفوا بشكل غشب من ديارهم ومن الحفلة، وبينما أننا التزمنا بزيادة المساعدة، والتزمنا بالاتفاق، فإن حماس انتهاكته بعد خمسة عشر دقيقة، أطلقت حماس الغذائف، وقامت بفتح النيران، وبإطلاق صواريخ ضد الدبابات، ومتنفجرة مرتجلة، إسرائيل انتظمت بالاتفاق، بينما أن حماس انتهكتها، ولم تفعل ذلك حماس بالرجوم على الجند الإسرائيلي، فحسب بل بشأن يطلق الصراحة راحة، انفصلوا النساء عن أولادهم، ولم يوافقوا على إطلاق صراح كافة، والأطفال لو ما زال هناك 138 رعين محتجة في غزة، ولم تسمح حماس بزيارة الصليب الأحمر لهم، وتلطيم دلال على أنهم أحياء، وهذه جريمة فاضعة، لم تقبل حماس الوفاء بإطلاق صراح الراحة، ثم قامت بزخة من القذائف على إسرائيل ومدنها، واستهدافة المدنيين مرة أخرى، أيها سمالي الأعزاء، من يدعون لوقف إطلاق النار؟ كيف لا يطالبون حماس بأن تتوقف عن كافة الأعمال الترويع والإرهاب؟ لماذا استيقتهم الآن؟ وليس عندما خرقت حماس الهدنة السابقة، فإن أردتم واقف إطلاق النار، فطالبوا بذلك حماس التي اخترقت لعضتين لمضيتين، لما لا يوجه هذا القرار ليحيى السنوار وإسماعيل هنية، فلا تعرفون من المسؤول عن إنها يوقف إطلاق النار السابق، وبعد القتال من شديد أي أعضاء المجلس الموقرين، إن حماس واحدة هي المسؤول عن الوضع الإنساني في الميدان، وينبغي أن يسأله بشكل كامل من جانب المجلس، حماس ملتزم بالإتيان بالموت والدمار على الميدانين، بينما إسرائيل تتخذ كل الخطوات اللازمة لتحسين هذا الأوضاع، أن بعض أعضاء المجلس والأمين العام لا يقبلون هذه الحقيقة، وهيكم بعض الحقاق والأرقم الأخرى منذ السابع من أكتوبر ومنذ بداية الحرب، فإن أكثر من 3500 شاحنة بالإمدادات الإنسانية دخلت من خلال رفح، أكثر من 17 مليون طن بالخيام والأدوية والمواد الإنسانية، والغذاء دخلت غزة، وحتى أثناء القتال الشديد وفقت إسرائيل على زيادة كامل وقودة، الذي يدخل غزة 65 شاحنة متسهيل دخولها بالأمس، وكان هذا الرقم يكون أكبر لو كانت قدرة الأمم المتحدة على استقبال المزيد من الشاحنات موجودة، هناك المئات من الشاحنات المتعطلة التي تنتظر دخول غزة، وسبب الوحيد لعدم دخولها هو المشاكل السوقية للمنظمات الدولية. اليوم تقبل إسرائيل تفتيش 334 شاحنة، وهذا معناها أن كل منها سيكون جاهزاً لدخول غزة لو كانت المنظمات الدولية لا تقبلها، وقد يسرت إسرائيل أيضاً بناء مستشفين ميدنياً واحدون تديره المملكة العربية الصعودية، والآخر الإمارات العربية المتحدة، فرنسا وفرات مستشفى عائماً في العريش، وإيطاليا ستتبع ذلك، المملكة العربية السعودية أعطت 21 عربات إسعاف، وصليب الأحمر ومصر، والمحكمة العدل الدولية، وتركيا وإيطاليا، ستنجير ومستشفات أخرى، ألف خمسمائة وثلاثة وخمسون مصاباً غادرة بمصاحبة 378 من أسرتهم، كل ذلك سمحت به إسرائيل وسهلته، كما أن إسرائيل ترحب بكل مساعدة إنسانية لغزة من كل الدول المستعدة للمساعدة، ولكن أيها الزملاء لا تصل كل هذه المساعدة لوجهتها، فقد رأينا أفليمان من غزة، إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للمساعدة الإنسانية الأساسية، الغزويون قالوا أن حمس تأخذ المساعدة وتوزعها على الإرهابيين، علب من المساعدة الإنسانية وجدت في الأنفاق الإرهابية لحماس، ولذا فإن لم تصل المساعدة الإنسانية، حيثما يجب أن تصل، فأطلقوا الإتهامات على حماس، حماس هي المنظمة الإرهابية التي تدير غزة بقبضة حديدية، لقد خرقت وقف إطلاق النار في السبع من أكتوبر، وهي التي خرقت الهدن الإنسانية. بالنسبة لحماس، القانون الإنساني الدولي لا أهمية له. عندما أجلس في هذا الاجتماع، أشعر أن حماس ليست موجودة إطلاقاً، وصبع توجه دوماً لإسرائيل وإسرائيل وحدها. هذا تشويه للحقيقة، وهذا غير مقبول ينبغي أن تساءل حماس. السيد الرئيس، اليوم هو اليوم الأول لعيد النور لإسرائيل، وهو العيد الذي يحتفل به اليهود، إحياناً لذكرى محاولة القضاء علينا، حرماننا من عيشنا في الأرض المعارفية قبل قرنين، قبل الميلاد، قبل محمد وقبل ياسوع. إننا نجد أنفسنا مرة أخرى يحيط بنا الظلام، بقوة تسعى لتدميرنا، ولشيطنتنا، وللغاء شرعيتنا. التقاليد اليهودية تحلمنا أن بصيصاً من الضوء يمكنه أن يكسر الظلام، ويمكن لكل منكم أن يستخدم النور لكشف الحقائق وإزالة الظلام. أمل أن نرى معجزة حنوكاً جديداً في الأمم المتحدة، وأن الرب سبحانه وتعالى سيسمح لنا بالانتصار في هذا المجلس، وأننا سنرى الانتصار على حماس عما قريب، بحيث يتمكن الإسرائيليون والغزاويون من العيش في حرية بمنع عن الخوف والعنف. ستوصل إسرائيل مهمتها القضاء على كرة الإرهابية لحماسة وعودة كافة الرهائن، وسنتم هذه المهمة مع دعم كل مبادرة إنسانية لتحسين الأوضاع من أجل الغزاويين. من يسعى فعلاً إلى السلام والأمن في المنطقة ينبغي أن يفهم أن الطريقة الوحيد لتحقيقها هو تدمير حماس، وليس بالدعوة إلى وقف إطلاق النرى مما يمدد الحرب والمعاناة لدى الجميع. لا يوجد خيار آخر. شكراً سيدي الرئيس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.